نظم قسم الدعوة والإرشاد بهيئة علماء المسلمين محاضرة بعنوان صفات الداعية وآدابه بحضور جمع من العلماء والمشايخ وطلبة العلم مرحبا بكم أيها الحضور الكريم في هذه الندوة المباركة والتي يستضيف فيها قسم الدعوة والإرشاد في هيئة علماء المسلمين في العراق فضيلة الشيخ الدكتور جمال محمد الباشا في محاضرة بعنوان صفات الداعية وآدابه وتحدث فضيلة الشيخ الدكتور جمال محمد الباشا أستاذ الفقه وأصوله في جامعة العلوم التطبيقية عن أهم الآداب والصفات التي يتميز بها الداعية وفي مقدمتها الإيمان العميق بما يدعو له وأن يكون عالما وذا بصيرا فكلما اتسع أفق الداعية وزاد علمه كان ميدانه أكبر بتقديم ما يملك من الرصيد المعرفي الحديث عن آداب الداعية ينبغي أن يسبقه التعريف بالداعية من هو الداعية نسبة إلى الدعوة واسم الفاعل من الدعوة الداعي فهو داعي وأضيفة التاء على سبيل المبالغة فهو الذي وطن نفسه في حقل الدعوة وأمضى حياته وأفنى عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهو داعية أولى تلك الأداب الإيمان العميق بما يدعو إليه كل الناس الذين اشتهروا في أنهم كانوا مؤثرين ولهم أتباع كانوا يحملون رسائل وقضايا آمنوا بها ابتداء إيمانا عميقا وتأثروا بها لأن الإنسان حينما يكون متأثرا بالفكرة التي يطرحها سوف يكون مؤثرا في الآخرين ففاقد الشيء لا يعطيه وأشار الشيخ الدكتور جمال الباشا إلى أن يكون الداعية حكيما وواعيا بواقع الدعوة والمدعوين لتأثير ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون أولى العاملين والملتزمين بما يدعو إليه الداعي ينبغي أن يكون وعيا وينبغي أن يكون حكيما يعني فيه علاقة بين الوعي والحكمة الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها وهذا يحتاج منه إلى وعي لكي يعلم هذا يضع هنا وهذا يضع هنا الوعي ما المقصود به؟ الوعي الكامل أولا بواقع الدعوة وثانيا بواقع المدعوين وثالثا بواقعه هو الشخصي يعني لما نتكلم عن الواقع واقع الدعوة عموما فهذا يجعله يعرف ما الذي يقدمه وما الذي يؤخره يعني عندما ينتشر مثلا في بلد ما الدعوة إلى الإلحاد فتكون له الأولوية الشباب يرتدون شباب مسلمون يتوجهون إلى الإلحاد إذن هنا ينبغي أن أعمل باستراتيجية معينة أكثف جرعات الدورات والمحاضرات والدروس العلمية التي ترسخ مفهوم الإيمان بالله عز وجل وإثبات وجود الله والتوحيد الله سبحانه وتعالى على الداعية أن يعطي المفاهيم والقيم للمتلقين متمتعا بالصبر والحكمة بعد التوكل على الله وطلب المعونة والتوفيق منه وأن يكون مخلصا وصادقا نية ويحمل قضية يؤمن بها إضافة إلى خزين من سعة العلم والاطلاع والمعرفة